لكن النقطة الأهم دلوقتي المطلوب المطلوب لاني خلي بالك وخلي بالك من النقطة دي كويس قوي انتوا عارفين بعض البرامج بعض البرامج القليلة دلوقتي اللي بتعمل ايه تبتدي كده تقولك ايه ده مدرب للأهل جديد يلا يمسك قطع فيه وهو ما لعبش الراجل ما عملش غير مؤتمر صحفي الراجل بقى طويلة 4 ايام في مصر ها قطع فيه ايه عمل مبالغة دي انت ببوسي التشيرتي ليه ايه عمل اللي انت اللي بتقوله في المؤتمر الصحفي ده واشعاد تطلع عليه وكلام غريبي يتقال عنه ومهاجمة وتقطيع فيه لأ بقى لأ بقى ده هي حرب معمولة على اي مدير فاني يجي لنادي الأهل زي ما كان بيحصل مع موسيماني وفي بعض الأحيان الناس بتنجح لكن لازم يكون فيه حقق صد واول حقق صد لاي حد هيحاول يهاجم سوارش قناة الأهل حتكون حقق الصد الأولاني قناة الأهل أول حقق صد بمختلف برامجها لأي واحد هيجرح في الراجل او اي واحد هيبقى الهدف الاساسي عنده انه هو يوقع المدير الفني ويحاول يفشله قبل ما يبتدي ما بقولكش ما تنتقدش انتقد بشكل فني وبشكل مهني ما فيش اي مشكلة لما تبقى تشوف شغله في الملعة انتقد براحتك ما عنديش اي مشكلة فيش حد فوق النقد خالص لكن من غير ما تشوف شغله ومن غير اي حاجة والراجل لسه قال كلمتين بس في المؤتمر الصحفي وبس اللوجو بتاع النادي الأهلي وكلام من ده وانت طالع تقطع فيه وطالع تتكلم عنه والأهلي جاب مدير فاني بسي في ضعيفه مش عافية في ناس لازم تمشي عكس الطيار عشان الجمهور ياخد بالها منهم يعني الجمهور ياخد باله منهم فده مش هيكون مقبول ومش هنسمح بيه وكل الدعم للمدرب ونتمنى له يا رب كل التوفيق والناس لما جات تتعاقد مع سوارش المسؤولين في النادي الأهلي متعاقدوش كده بالصدفة أو بالشكل العشوائي الناس ركزت قوي وضككت جدا 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 في كل تفصيلة بتتعلق بالراجل والأهلي تعاقد مع شخصية واسلوب لعب ركز في الكلمتين دول الأهلي تعاقد مع شخصية واسلوب لعب وبعد دراسة وفية فدور جمهور النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية هو المساندى والدعم لكل عناصر الفرق وكل عناصر النادي والمنظومة كلها عشان شاء الله النتائج تكون إجابية من سنين السلسات المحلية من خلال بطولتين كاس مصر وبطول الدوري وان شاء الله متفقلين بكده ونتمنى لهم كل التوفيق رغم صعوبة المنافسة بالطبع